طيب الاول خليني اقول ليبيا كلها كل سنة وهم طيبين لمناسبة 17 فبراير وان شاء الله ليبيا دايما في نصري يعني بس الاول اللي انا هاخد من كلام الاسادزة وهو اعتصور ده كلام مهم اقولي يعني نحن نتحدث عن مواطن عربي وكأنه ليبي فقط او كأنه سوري فقط او كأنه مصري فقط بينما اي عيل صغير عنده اشتراك في النيت فليكس فهو مواطن دولي اي عيل صغير لديه تليفزيون ابل اللي هو التطبيقات ده فمواطن دولي هذي الوسائل زي ما قال الدكتور حمزة بتضخ عليه ايضا قيم ومفاهيم وده الخطر جدا في الموضوع انت لم تعود تتحكم في عقلية المشاهد العربي مشاهد العربي اصبح مشاهد دولي اصبحت المزيكة اي صيغة مزيكة بقت خلاص ما بقتش في بقى مزيكة سوري ليبي لا بقت المزيكة شكل عالمي وخلاص الناس بتقبل الرب يتغنى في اي حتة طيب ليه بقول ده بقى لان اصبح مزاجي المواطن العربي على منهج الابليكيشن يعني عارف فكرة الابليكيشنز دي تطبيقات يعني مود لعب نعم مود كزا مود كزا بالزبط كده تم تعليمه يعني ليه بقى بقول الكلام ده خلينا ارجع بس اقولك في الاول هسأل سؤال وانا هخلي اجابته للاخر لماذا تنجح شركات الدعاية في ترويج منتج عبر الشاشة ولا ننجح نحن في ترويج قيم ومفاهيم وفكرة ممكن تكون يعني عظيمة للمجتمع لماذا تنجح شركات الدعاية والعلام في ترويج منتج او علبة لبن او كريم علبة كريم بينما احنت هتقعد تتكلم على اي حاجة مش هتوصل